بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بعد ما أخذنا الخصائص بي هنتعرف على التطبيقات الضربوية للمعاقين السمعية وأول ما بيجي في زهن أي معلم أولية أم إزاي هنعلم الأطفال دول وما أصلا ما بتكلموش بالنسبة للصم جميل؟ طب هنتعامل معهم إزاي؟ هنوصل لهم التعليم إزاي؟ ده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي في باقي الموضوع عندنا أول حاجة لازم نعرف إن إحنا عندنا البرنامج الترباوي الفردي الخطة الترباوية الفردية البرنامج الترباوي الفردي ده بيتناسب مع كل حالة كل معاقل وبرنامج الترباوي خاص بنفسه جميل؟ وإحنا عندنا الترباية الخاصة في الأساس بتقوم على التعليم الفردي في بعض الأحيان فيه تعليم جامعية ولكن هي في الأساس قائمة على التعليم الفرد غير الترباية العادية الترباية العادية في الأساس قائمة على التعليم الجامعي وفي بعض الأحيان بيكون فيه تعليم فردي طيب إحنا عندنا في بعض التوصيات للمعلمين إن إحنا نحول الطالب لغة بعيادة مدرسية بشكل دوي نتطمن عليه نشجع الطفل على استخدام السماعة لو بيستخدم السماعة وكل فترة نتأكد أنها شغلة أو لا طيب كمان لو الطفل ضعيف السامن نجلسه في الأمام نخليه في مقدمة الصف توفير درجة كافية من الإضاءة في غرفة السامن طيب في طرق للتواصل بقى عندنا ايه أول طريقة الطريقة اللفظية والطريقة اللفظية دي بتهتم بي أن احنا بنعلم المعاقين سامعين وخصوصاً اللي عندهم ضعف السامن ايه الوراء أو اللفظ بتعتمد على حكتين التدريب سامعي وأن احنا نحاول أن احنا نضرب ضعيف السامع على استخدام البقية السامعية وأنه هو ايه ينطق بعد ايه الأسوار قراءة الكلام اللي هي قراءة الشفاء تدريب الطفل على استخدام الملاحظات البصرية لحركة الشفاء أنه هو يتعلم ازاي يقرأ الشفاء والكلام الخاص به طيب كمان عندنا الطريقة اليدوية وده أشهر الطوق طبعاً وانتوا عارفين اللي هي لغة الإشارة ولغة الإشارة هي لغة صور قائمة على صورة والمعاق سامعين هو وزملائه أو نفس حالاته وبيتعامل عن طريق الإشارة وعندنا احنا في المجتمعات العربية معاجم والحاجة العجيب أنه في كل دولة ممكن تلاقي معجم إشارة خاصة بيها جميلة على مستوى الوطن العربي طيب في التواصل الكل بقى اللي بيعتمد على كل الأشياء اللي فاتت وأنا بشوف أن ده من أفضل الطرق اللي بتستخدم مع زوي الأعاقة السماعية